كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرح ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية رب الباراية اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب الله عز وجل عظيم بشرط تتبره اخشع أنصت استمع قف عنده لا تستعجل بالقراءة حاول كل آية تعرف مناسبتها علاقتها بالآية التي بعدها بالآية التي قبلها كل هذا شيء عظيم والناس درجات في فهم القرآن اسمع لهذه السورة كيف ابتدأها الله عز وجل الصحابة لما ذهبوا وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة وقد اشتاقوا إلى بيت الله الحرام رآها في المنام أنه يعتمر وأصحابه ورؤي الأنبياء حق فأخبر الصحابة أننا ذاهبون إلى بيت الله الحرام فخرج معه ما يقارب ألف خمسمائة واحد وذهبوا إلى مكة فحبسوا منعوا قبل دخول مكة قريش منعتهم وبدأت المفاوضات بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لم يأتي للقتال وساق الهدية معه هو جاء للعمرة ليطوف بالبيت ويفترض أن أهل قريش يسمحوا له ولكنهم لخبثهم وعنادهم منعوه وبدأت المفاوضات حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين إلى صلح معهم سمي صلح الحديبية للمكان الذي كانوا فيه وكان مكان الماء فيه قليل وأصيب الصحابة بالعطش في ذلك المكان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بركوة فيها ماء ووضع يده فانفجر الماء والعين انفجرت وسقي الناس كلهم من معجزاته عليه الصلاة والسلام فجاء سهيل بن عمر وصارت المفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل النبي بالصلح يعني شنو؟ يعني ما في عمرة ما يصير إحنا سقنا الهدي وإحنا لابسنا الإحرام وإحنا رايحين نعتمر كيف ما في عمرة؟ ما في عمرة طيب مو بس شذيه السنة القادمة نعتمر مو هذه السنة طيب و بعد بعد إذا أحد مننا ارتد يذهب لمكة يقبل لكن لو أحد من أهل مكة أسلم و جاءنا للمدينة ما نقبل يعني في ظاهر الصلح فيه غبن فيه ظلم للمؤمنين ومع هذا وقع عليه عليه الصلاة والسلام عمر جاء فقال يا رسول الله ألا اسمع على الحق؟ قال نعم أليس على الباطل؟ قال بلى قال إذن فلما نرضى بالدنية من ديننا؟ قال أنا رسول الله يعني هذا الأمر وحي من الله عز وجل اسمع واطع يا عمر عمر يعني في قلب أن نقدر عليهم لو قتال نقدر نفتح مكة ولو نبي عمر نقدر نعتمر غصبا عليهم وعلى الأقل الصلح ما نقبل بهذه الإهانة في الصلح عمر يراها كظاهرية فذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال نعم قال أليس على الباطل؟ قال بلى قال بلى في الأولى والثانية فقال له فلمنرضى بالدنية من ديننا فقال إنه رسول الله إلزم غرسه يا عمر اللي يقول صح خلاص طبعا الصحابة كانوا في ضيق وهم حتى أنهم ما تحللوا حتى قالت له أم سلمة احلق رأسك في احلقوا تحلل أنت تحللون فلما حلق رأسه تقاتلوا على التحلل لأنهم ما تحللوا كانوا يقولون لعله يعني ينزل وحي ولا شيء نعتمر كانوا قلوبهم متعلقة بالعمرة مع كل هذا الظاهر الذي ظنه الصحابة غبنا لهم وخسار لهم وظن المشركون أنهم قد ربحوا بهذه بهذه الوثيقة وبهذا الصلح قال الله عز وجل إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا أنزل الله عز وجل هذه الآيات في هذا الوقت بعد صلح الحديبية أي فتح إنه فتح الله أخبرنا فتح خلاص إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وفعلاً في السنة السادسة بعدها بدأت الفتوحات من الله عز وجل في خيبر بدأت الفتوحات ثم بعدها فتح مكة بل هم الذين أرادوا يعني ترجعوا نفسه سلم أن يبطلوا هذا العهد وهذا الميثاق وفعلاً تسبب هذا الصلح بفتح مكة بعده بسنتين فقط كان فتحاً عظيماً من الله عز وجل ظنه المسلمون في بادئ الأمر خسارة وظلم أثناء صلح الحديبية عثمان رضي الله عنه قبل ما يوقع الأهد عثمان النبس صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة ادخل يا عثمان إلى مكة إلى الآن ما تم الصلح طيب ليش؟ في أسرى أخبرهم خبراً أراد النبس صلى الله عليه وسلم أن يوصل خبراً لأسرى المسلمين في مكة ومن أفضل من عثمان؟ عثمان شخصية مهابة قريش تحترمها وعنده ناس كثيرون من أهل مكة من أقرباءه دخل عثمان لكن المهمة كانت صعبة وخطرة فلما وصل إلى مكة بدأوا بشتمه بسبه بإذائه وحبسوه منعوه أن يرجع وصل الخبر إلى النبس صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل قتلوا رسول من؟ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع النبس صلى الله عليه وسلم الرضوان مع ألف وخمسمية واحد ووصل الخبر إلى قريش ترى هذا الما يمزحون سمعوا أن عثمان قتل بايعوا رسولهم على الموت فأنزل الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وجاء دور عثمان كل واحد من الصحابة بايع وبعض الصحابة بايع ثلاث مرات في هذه البيعة أمره النبي ثلاث مرات أن يبايع يحصل على أجر عظيم فإذا بعثمان جاء دوره فقالوا وعثمان يا رسول الله ما ناله فمسك النبس صلى الله عليه وسلم بيديه قال هذه يدي عن يدي عثمان كأنه بايع فقالوا هنيئا له يبايع هنا وهو يطوف بالبيت فقال نبس صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يطوف بالبيت بغير إذني ما رح يطوف إلا أنا أذنت له لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا على طول بعدها بكم شهر خيبر وبدأت المغانم تتوزع عليهم بيعة الرضوان للمئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبت لهم شهادة الرضا من الله عز وجل يوم من الأيام كان أبو بكر وعمر جالسين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بوفد من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر وعمر من أؤمر على هذا الوفد فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع ابن معبد فقال عمر بل الأقرع ابن حابس فأخذ أبو بكر يبين سبب ليش القعقاع ابن معبد وعمر يقول ليش لا قرع ابن حابس كل واحد يبرر الرأية فصار خلاف بين أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ما تكلم وكأن الخلاف احتد فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم جالس كيف تختلفان خلاص أرجع الأمر إذا تنازعتم إلى من إلى رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إذا حكم الله أو حكم رسوله لا يقدم بين يدي رسول الله أمر ولا كلام فالقول ما قاله النبي هكذا نقرأ القرآن وهكذا نفهمه كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينى تمحو مآسينا تزرع حايم فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية رب البارايا اشرح بها قلبي يا رب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر